في موضوع آخر كشف رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى خداوي خلال زيارته لولايات الجلفة عن إطلاق منتديات محلية للكفاءات الشبانية بولايات الوطن والتي من شأنها جمع الكفاءات والقدرات لمواكبة الديناميكية الكبيرة التي تعرفها الجزائر الجديدة حيث قال بأن الإعلان عن هذه المبادرة ستكون من ولاية الجلفة التي ستضم العديد من خيرة أبناء الجلفة من الكفاءات الشبانية والتي تهتم من خلالها بمحورين هامين تعزيزا لمصاري الجزائر الجديدة المزيد في تقطية زكريا مدعح هذه المناسبة كانت تحافظ لنا للإعلان عن إطلاق مبادرة جلفوية نشاط جلفاوي سيضم العدد الكبير من أبناء الجلفة منتدى شباب الجلفة هذا المنتدى الذي سيعمل على محورين أساسيين المحور الأول محور القناعات سنتدارس فيه مع شباب الجلفة من مختلف مناطقها ألف شاب من مختلف مناطق ومداشر وقرى وبلديات الجلفة سيتدارسون القناعات الوطنية الأساسية التي نتقسمها نحن شباب الجزائر في الجزائر الجديدة كما سيتدارسون أهم المهارات التي يجب أن نتحل بها وأن نكتسبها نحن الشباب اليوم حتى نستطيع النواكب الديناميكية الجديدة التي تشهدها الجزائر الجديدة بحول الله تعالى واخوته طبعا هذا المنتدى سيكون إشارة انطلاق لمنتديات عديدة سيتم عقدها في كل ولاية التراب الوطني بإذن الله تعالى وقوته تيمنا بمنتدى شباب الجزائر الذي نعقده نحن سنوات